اطلقت او افتتحت مدرية اوقاف ضمياط برئاسة وكيل وزارة الاوقاف الشيخ محمد سلامة بضمياط مسجد الدياسي بمدينة فارسكور بضمياط ذلك بعد اعمال الاحلال والتجديد وبلغت التكلفة 300 الف جنيه بالجهود الذاتية من الاهلي وصرح وكيل الاوقاف بان افتتاح المسجد يعكس اهتمام وزارة الاوقاف ببيوت الله مؤكدا ان هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة وان ما تم افتتاحه من مساجد المحافظات هي سابقة تحسب لوزارة الاوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد في هذه الارض الطيبة المباركة من هذا المسجد العامر مسجد الدياسي بمدينة فارسكور ادنا لنا مع الاستاذ الدكتور محمد مختار جمع بافتتاح هذا المسجد في هذا اليوم المبارك وقد دائبت وزارة الاوقاف على صيانة وترميم وعادة وبناء المساجد في هذه الاوقات الطيبة اما وان هذا المسجد قد اقيم بالجهود الزاتية تكلف اكثر من 300 الف جنيه على النفقات الخاصة اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل ذلك في ميزان حسنات كل من ساهم وبزل وجدد وحسن وبنى وصيان اشتركوا في القناة